نعم فيلم عن الام الرقبة نقول كده ايه اللي بيسبب الام الرقبة يا جماعة دلوقتي قدامنا ناس ايه عندها الام في الرقبة اهولا الوضع الغلط يعني الوضع الغلط يعني واحدة بتذاكر واحد بيذاكر ونام كده خلي بالك وفي عيال لما نقولها زاكري تيجي على السرير وتنام ترفع رجلها الفوق طبعا ده مش وضع مذاكرة خلي بالك لكن انا لو بريح شوية يعني بريح شوية يعني كنت قاعدة انا كتب تعب اريح شوية اقعد امشي اتمشى وانا براجع فهم كل الاوضاع مقبولة لكن كل مذاكرتك وانت نايم وانت معوم وانت كذا تم انت كده ببوز الرقبة ده لو واحد نام كان بينام على مخدة ونام على مخدتين يصبح على رقبته او العكس انا بنام على مخدتين يصبح على رقبته او ان هو تعرض بقى لهوا مروحة اتعرض بقى الجو بارد هيصبح مش قادر يحرك مفاصل برافو عليك جسم الانسان غير مهيق لوضع واحد لمدة طويلة اقولك على سر رباني ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب لنا مثلا باصحاب الكهف اصحاب الكهف دول قال ان هما لبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنينة وازدادوا تسعة هما كانوا بيعملوا ايه في الكهف كانوا نايمين خلاص كانوا بيتفاهم مع بعض او بتفهم اتفاءات لا كانوا نايمين والله هما كانوا نايمين بس لو واحد خلي بالك معايا نام على جنب واحد يعني يحصل جلطات عميقة ويحصل ان الجزء اللي نام عليه يموت والاحساس فيه ضيع ويحصل حاجة اسمها قرح فراش خلي بالك ما تنامش على جنب واحد ولذلك كان عندنا في الرعاية المركزة الناس اللي هي فقدة الوعي ونيمة ما ينفعش تسيب على الوضع ده لازم ندلكها ساعة الصبح ويحطها على جنب وبعد ساعتين ثلاثة نيما على الجنب التاني وبعدين ساعتين فيهمت حاجة ما ينفعش واحد ينام على ظهره فترة طويلة او على جنب واحد ولذلك واحد جالي مرة شاب جميل بيقرأ دين لوحد يعني فبيقول لي والله انا كل يوم اقوم منهم تعبان جنب اليمين واجعني فبقول له ليه جنبك اللي مين بيوجعك قال لي انا بقلد النبي وكان رسول الله ينام على جانبه الايمن فانا كل يوم اقوم انام تعبان يا اخي حرام عليك كان رسول الله يبدأ النوم على الجانب الايمن يبدأ ايه على الجانب الايمن يبدأ ايه على الجانب الايمن ثم ينتقل الى النوم على الظهر والى الجانب الايمن كويس لكن ما كانش ينام على جانبه الايمن طول الليل وإلا يجيله عنده جلطات وعنده قرح فراش فهمته والعضلات كلها توجعه. ارجوكو يا جماعة. يبقى احنا نبدأ النوم على الايه? على الجانب الايمن. وبعدين على الظهر. وبعدين على الجانب الايسر. زي واحد يقول لي طول الليل بطني بتوجع عن يوم غزاته وبموت. ليه يا ابني? قال لي عشان انا عايز احافظ على وضوئي. تحافظ على وضوئك طول الليل. انت مجنون. لا سع. يقول طلع الريح. طلع الريح. وزغرت كده. واملت دنيا غزات. يعني ايه المشكلة? انما تكتم الغزات عشان تنام على وضوء. ده عمل زي اللي بتيمم. واحد كان اصابته جنابة. يعني خرج منه ماني. جاي تتيمم ملاقاش مية. فقام عامل ايه? ام جاب الرمله وقال اعملته قاعد يتدعفل في الرمل. بتعمل ايه بدل المية? لا يا حبيبي التيمم. التيمم ضربتان. ضربة يمين? تمسح بيها ايه? ها? وجهك. ناشي بيها تمسح وجهك. وضربة شمال تمسح بيها دي. التيمم هذا بدل الوضوء وبدل الغسل. طب انا في الزمن ده اتيمم? في الزمن اللي احنا فيه ده اتيمم. اتيمم لفقد الماء. او او عدم القدرة على استعماله. دولة انا عندي دكتور او طبيب اه مريض نايم. ممنوع يستعمل مية. عنده جروح مفتوح له عملية اي حاجة. يعمل ايه ده? يتيمم. يتيم منين? اجيب له طراب ورملة منين? مفيش. اي دكتور من اللي جاي اتدور يا دكتور وعلى ظهره وحرزه يطلع شوية طراب. يمسح بيها وشه دي. ايه رائيكو في الجمال? شفتو شفتو العلم الجميل. ايه ده? مش مخلوقات اللي هتلاقي افراسه. ماشي? يبقى اتيمهم ضربتان. بدل ايه اتيمهم ده? بدل الوضوء? وبدل ايه? وساعتنا اغتسل علشان ما نعملش للناس شبهة. يعني واحد نايم عندي صديقه مسلا وقام لقى نفسه محتلم. هيقول له بقى ما عليش بقى عندي جنابة بقى وعايز استحمه. وايه رزالة امك دي? ما تخلىها في سرك وتمشي. ولما توصل بكو بقى استحمه. مش كده ولا ايه? ولا نعمل شبهة لأهل البيت? ها? احتلم ليه ده? بتفرج على افلام سيكس ولا شاف حد من اهل البيت? تهمت حاجة? خليك زكي. طب انا نايم في جامع عندي اعتكاف وقمت لقيتني محتلم. ما اقدرش امشي في الجامع وانا محتلم. ثم لا اعمل ايه? اي استجادة جانب يروح. ضارب عليها ها? وروح مسح وشي وضارب عليها ومسح ده. وقاله ضربتان وقاله ضرب واحد. واتحط. كلام جميل. بس ايه ناس تعالش عين تهمهم اصل. طيب. يبقى عندنا ايه اللي يخلي الناس تتعب? بص بقى. البور بوستر. اهي. اهي قعدة غلط اهي. قعدة غلط دي توجع لها رقابتها. طيب وايه تاني? واللي موطي خالص ده. برقابته هتوجعه برد. وايه تاني? ها? وطبعا لو فيه مشكلة في النت منه ده. بص بقى المنظر ده. المنظر دوا المفروض انه هو بيوري لك الوضع الصحيح. ده وضع غلط. ده وضع ايه غلط? ده وضع ايه? خلط. الوضع الغلط ان انت يعني توطي قوي. انما الصح بتاعه ان انت ايه? يعني الاحمر ده خطأ. انما الاخضر ده ايه صح? يعني لما تقعدوا قدام كمبيوتر او ديزير. في عيال ولاد وبنات لما بيذكروا بيناموا بيناموا على الكتابة. يا بنرفع رأسك. لا تمت نأمتك الله. زي بعض الشباب. ماشي بالشارع موطي كده. انت موطي ليه حبيبي? آآ غض البصر. بصر يا رحمك. ارفع رأسك. لا تمت نأمتك الله. يا سيدنا عمر دخل لا يا شاب بيصلي كده آآ آآ شوية كهانة. بتعمل كده ليه? قال له خشوع. قال له الخشوع في القلب. سيدنا عمر قال له الخشوع في القلب. لا تمت نأمتك الله. ارفع رأسك. ارفع رأسك. حتى انا بصلي ايوة. مش تعمل لي كده. ايه ايه القرف بتاع اهلك ده? ها? ارفع رأسك لا تمت نأمتك الله. ها? زي ولد كده دخل شاب كده جميل زينا يعني. زي الشباب اللي معنا ده. وبعدين دخل صلى ركعتين بسرعة وبعدين يقول يا رب زوجني بالحور العين في الجنة. سيدنا عمر قال له ايه ده? انت عاوز تتزوج الحور العين بالركعتين دول? يعني الركعتين دول ينفعوا مهر حور. سيدنا عمر لما تزوج امك سم ابنت عليه. كله. يعني لما بقرأ جزئين في ليلى بقول لي انا ده انا بقيت من الاولياء. رغم ان انا مريش دعوه مستجاب. اش هده ولا ايه? بس اللي انا عايز اقول لك عليه مهم جدا. انك انت تخلي بالك ما تعوجش راسك كتير. وفي بعض الولاد كل ما تتكلم عن عوج راسه. وبعدين البادي موفمين تبقى خلي بالك من البادي موفمين. كنا عايزين نتكلم مرة في في مؤتمر عاوزين نوحد البادي موفمين. يعني نوحدها. يعني انا مسلا اقول لك ايه? اه عايز تاكل? هتعمل لي كده. كده يعني ايه? اه طب وكده? لا. في بعض الشعوب عندها كده? اه وكده لا. صدق دي. يعني واحد كان بدي محاضرة مرة والراجل عمال يعمل له كده. وبعدين قال له ايه? مفيش حاجة عجبك? قال له انا مبسوط. يعني تخيل انت ان البادي موفمينت او حركات الرأس اه? مختلف فيها بين الشعوب. طيب. يبقى بنقول انه اه ما تلعبش براسك كتير. اه? ما تلعبش بحاجبك كتير عشان كده اه صعب او العضلات دي.